افتتحت الدولة مركز زوار القبة الضريحية للإمام الشافعي بعد الانتهاء من ترميلها وتعد قبة الإمام الشافعي أجمل قباب مصر وتغطي الضريح وترتفع عن أرضية المسجد بمسافة 27 متر قيمة تاريخية ودينية كبيرة تحظى بها قبة الإمام الشافعي بمنطقة مصر القديمة ومن هنا جاءت دعوة وزارة السياحة والأثار لوسائل الإعلام المختلفة لافتتاح مبنى مركز الضوار التابع للقبة ليكون مزارا سياحيا متكاملا نحن نتكلم على منطقة الإمام الشافعي نتكلم على قبة الإمام الشافعي التي احنا افتتحناها في 2021 النهاردة استمرارا مركز زوار في تعامل المشترك مع الصفارة الأمريكية بمنحة قدرت بمليون وربعمائة ألف دولار تم إنشاء مركز زوار مركز زوار اتعرضت في كل القطع الأثرية التي تم اكتشافها أثناء عملية التطوير داخل قبة الإمام الشافعي وخلال المؤتمر الصحفي تم التأكيد على تطوير الأماكن الأثرية المحيطة بقبة الإمام الشافعي حفاظا على تاريخها لتكون منطقة جذب سياحي ديني احنا بالنسبة لنا كمكتب جورة للعمران مركزين في المنطقة دي داخلين على العشر سنين دلوقتي فأول شغل اللي عملناه كان في قبة الإمام الشافعي ومركز الزوار حاليا احنا بنشتغل برضو تحت إشراف وزارة الأصار في قبة سياحية الشبي اللي هي على بعد حوالي خمس دقائق ماشي من هنا وهي الفكرة أنه هنضم بقى الاتنين على بعد بحيث أنه يبقى مصار سياحي متكامل بيشمل قبة الإمام الشافعي ومنطقة المشاهد بقبة مياحية الشبي وإن شاء الله حوش الباشا اللي بيرممه وزارة الأصار يكون برضو في نفس المصار يذكر أن القبة الضرحية للإمام الشافعي خضعت إلى أعمام ترميم ان استمرت قرابة الخمس سنوات بتكلفة بلغت أكثر من 22 مليون جنيه ضمن إطار عمل مبادرة الأثر لنا بدعم من صندوق السفراء الأمريكي للحفاظ على التراث الثقافي محمد الخطيب التلفزيون المصري